لتحيالك كابتن ميدو وكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة القناة للنادي الآلي استعدادات مكثافة لفريق النادي الآلي قبل مباراة ساندونز بطل جنوب أفريقيا والنادي الآلي إن شاء الله بإذن الله كالعادة بتتمنى كل التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة مباراة صعبة لحسابات فنية كثيرة الكل بيشتغل إن شاء الله وبنتمنى كمان كل الظروف تكون مصلحتنا يوم المباراة السابت في تمام الساعة الثالثة عصرا لكن حابين نوجه شكر كبير جدا زي ما وجينا الشكر طبعا اللي سفرنا هنا طبعا لكن أوجه شكر بشكل كبير لعمدة المصريين هنا للكابتن محمد سعد اللي بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الآلي من قبل تواجدنا هنا في جنوب أفريقيا من مصر أنا برحب بك في البداية وبوجيه لك شكر كبير أمور كتيرة بتبقى محتاجة تصبيتات عديدة لأن الجو العام لو ما فوش تصبيت الأمور بمختلف بشكل كبير مع العابة النادي الآلي أهلا وسهلا ونرحب بك ونرحب بالنادي الآلي وشرف لينا كل مرة طبعا النادي الآلي بنورنا في جنوب أفريقيا وإحنا دايما في خدمة النادي الآلي وده شرف لينا طبعا 19 سنة متواجد في جنوب أفريقيا عمر كبير يا محمد طبعا لكن تواجدك هنا ده أكيد اكتسب خبرات كبيرة و اكتسبت خبرات كبيرة جدا كمان مع الفرق الراضي وخاصة فريق النادي الآلي أنا عايزة أتكلم معاك خبرتك يعني انقلتها ازاي مع التصبيطات والترتيبات الخاصة بالانتقالات بفند والإقامة حطينا في اللاجوة كابتن محمد الحمد لله طبعا الواحد باحتكاك ووجوده هنا في جنوب أفريقيا لفترة دي كلها والعلاقات موجودة والحمد لله احنا في علاقات كويسة مع اتحاد جنوب أفريقيا للقورة والنوادي المحلية سانداؤنز بايراتز كايزر تشيف آيكس كيبتاون كل ده اشتغلنا معاه والحمد لله كان من الأول طبعا كان في تواصل بيني وبين كابتن سادة برحفيز لترتيبات والتأكيد على أماكن الإقامة والملاعب وكابتن سامير عادلي طبعا اتواصلنا معه قبل الوصول والحمد لله رب العالمين كله مشي على ما يرهم وإحنا يهمنا دلوقتي إن شاء الله أن النادي الأهلي يروح مصر ويرجع من هنا إن شاء الله بتلات نقاط اللي نظرها هيفرهم عنا جدا في ماتش العودة بإذن الله أنا طبعا عايزة أتكلم معك على التواجد دلوقتي حين نتواجدين في الملعب طبعا اللي هتكلمنا عليه وتشحيني ترتيبه جزء زي وتقول إن اسم الملعب يعني حطنا في الأجواء ولإن نجيلة شايفها مظبوطة أنا عارف إن الملعب هنا مميزة بشكل كبير جدا هما طبعا هنا في جنوب أفريقي عموما مهتمين جدا بالرياضة بالذات كورت القدم واللعبة التانية اللي هي الرجبي الملعب اللي هي متواجدين فيه دلوقتي ده ملعب الجامعة التسواني للتكنولوجيا ملعب زي محاذك قلت ملعب بالكواليتي بتاعته كويسة جدا ويليق بتدريب فريق كبير زي النادي الأهلي الحمد لله وبرضو من سان داونز هما مقصروش معنا في أي حاجة وكل الحمد لله لكل اللي يكونوا يطلبوا منهم كان بيتيسر الحمد لله والتمرينة زي محاذك ماشي شايف النهاردة وكل حاجة ماشي على ما يروم وإن شاء الله بيزن الله نستعد التمرينة بكرة قبل المباراة في الملعب الرئيسي ملعب لوكاس موريبة ملعب كبير سعة 29 ألف متفرج وطبعا هذك هنا الأجواء في الأخبار كلها بيتكلموا سان داونز عامل حفلة واحتفالية قبل الماتش على أساس أنه هم يعملوا أكبر عدد حجد من الجمهور وعمل تخفضات وصلت لعشرين رنديا تريباً عشرين جنيه تذكرة اللي هيجي ويلبس تشيرت بتاع سان داونز فطبعا إحنا شايفين من كل ده قد إيه هم عايزين يهتموا والماتش ده مهم جداً بالنسبة لهم فبيحبوا طبعا حجد الجماهير عشان يؤثر علينا بس الحمد لله النادي الأهلي يعرفت عمل مع كل الأجواء دي لأنه بخبرت نادي كبير زي النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كلها يمشي كويس يمكن النادي الأهلي دعم بشكل كبير جداً خلال الموسم ده عدد كبير من اللعيبة والانسجام كان سريع جداً بنشوف وآخر مباراة ممكن كانت المباراة الاتحاد وأبيان مباراة الزمالك بتشوف التدعمات المثمرة من مجلس تدارة النادي الأهلي في اللحظات والتوقيت اللي احنا في ده لأنه مرحلة مهمة جداً كابت المحام طبعاً أنا اتكلمت مع الأستاذ خالد الدرندالي رئيس البحثة موجود وهنيناء على الماتش الأخير طبعاً الحمد لله الحمد لله تلات نقاط قنيفرقه جامل جداً في الدوري في مصروف برضو الروح المعنوياً في الدوري وطبعاً الترتبات دي كلها والاتصالات اللي تمت ما بيننا وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي الحمد لله يعني قدت إن شاء الله أن الموضوع كل يبقى مرتاح ويبقى حتى اللعيبة داخلين نفسياً مرتاحين في الماتش الأوي بتاعهم هنا إن شاء الله لدى المؤتمر للصحفي للنادي الأهلي وتدريب النادي الأهلي الرئيسي أيضاً كمان ميلي جي سانداونز مؤتمر بكرة برضو عايز أتكلم على التوقيتات والتثبيتات بتاعت غداً يا أكب تمحاً بكرة إن شاء الله الاجتماع الفني الساعة 12 في ملعب المباراة يلي عندنا إن شاء الله المؤتمر الصحفي الساعة 2.30 والتمرينة برضو ساعة 3 إن شاء الله في نفس معاد المباراة كل حاجة تواصلنا مع إدارة سانداونز كل حاجة إن شاء الله بإذن الله مت يسارة ومشي كويس وبإذن الله يعني نرجو إن شاء الله النادي الأهلي يفرحنا ويفرح كل المصريين والجالية مصرية والعربية الموجودة اللي هي بالدعم النادي الأهلي في جنوب أفرق الحضور للجالية هيكون عدد كبير ولا لسا الأرقام برضو مدرش نحصرها والله في تواصل جامد جداً من الجالية المصرية والجاليات العربية عايزين يحضروا الماتش إحنا بقدر الإمكان مش معتمدين قوي على التذاكر اللي جاية من سانداونز اللي طبعاً هو يهمهم يقللوا حضور الجاليات بتاعتنا فالحمد لله إحنا من خلال الجالية بنقدر نوفر التذاكر بقدر الإمكان للجالية وهما طبعاً فريقهم المحبوب وفريد نادي الأهلي طبعاً هم وراه في كل حتة فإن شاء الله بإذن الله يكون في تواجد كويس جداً للمصريين جالية العربية بكرة بإذن الله أكبر محمد رسالتك الكل لعيبة إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت الكل يبقى مركز لكن أخذ منك رسالة لكل لعبيتنا إن شاء الله يكونوا موفقين إن شاء الله رسالة اللعبة هم طبعاً الفريق كله رجالة وأنا عارف النادي الأهلي بخبراته ولعيبته إن شاء الله قادر إن إحنا نروح مبسوطين من هنا وإحنا وراهم وأي دعم يحتاجينه إحنا وراهم هنا في جنوب أفرقية إن شاء الله بتغفية بإذن الله اللعبة الجاز الفني بإذن الله تحت أمرك مرسي جداً مرسي جداً بنشكر أكيد طبعاً عمدة المصريين الكابتن محمد سعد اللي بيوم بدور كبير جداً مع فريق النادي الأهلي وبعت التنادي الأهلي بالتحديد كل الظروف دي تنانكس علينا وتنانكس على اللعيبة مباراة مهمة محتاجة تركيز فقط في المصطين الأخدر تدريبة مهمة جداً أكبتن ميده النهاردة أولى للتدريبات لفريق النادي الأهلي مستمرتن بعد الرحلة طبعاً الشقة والطويلة جداً النهاردة بيحاول إن هو يعمل ركافر البعض اللعيبة بيريح بعض اللعيبة بيشوف الأمور ماشي إزاي لإن بكرة يكون تدريب هام وقوي تكتيك وكل الأمور الخاصة طبعاً بقلة المباراة والتشكيل أمور كثير جداً همبان في تدريب الغد لكن إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى الجالية المتواجدة الجمهور اللي يكون متواجد كمان يكون سند ودعم حقيقة العادة لكل فريق النادي الأهلي إن شاء الله كابتن ميدو من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي معاك ولحظة بلحظة بنينئل كل الأخبار وكواليس النادي الأهلي هنا في جنوب أفريقي أو دليل كابتن ميدو